لا تفصله سوى خطوات عن ولي العهد السعودي ماهر عبد العزيز مطرب يعتقد أنه عقيد في المخابرات السعودية وأحد رجال الأمير محمد بن سلمان كما تظهر هذه الصور وأظهرت صور كاميرات مراقبة نشرتها صحف تركية مطرب متجها إلى القنصلية السعودية في اسطنبول قبل ساعات من دخول الصحفي جمال خاشقجي فريق بي بي سي عربي حصل بشكل حصري على معلومات تفيد بطلقي مطرب لتدريب أشرفت عليه شركة هاكينج تيم المتخصصة في التدريب على التجسس الإلكتروني عن بعض بينما تمكننا من الوصول إلى خبير أوروبي لم يرد كشف هويته كان قد أشرف على تدريب مطرب في مجمع عسكري في الرياض عام 2011 تعرفت عليه عندما رأيت الصور لا أعلم تماما ماذا كان يعمل وقتها لكنني أعرف أنه كان في الاستخبارات السعودية كنا نطلق عليه اسم صاحب الوجه المظلم لأنه كان يبدو دائما عابسا لم يكن يتحدث لأي شخص ما فهمناه من المدرب أن مطرب تعلم استهداف هواتف وحواسيب أشخاص يعيشون خارج المملكة السعودية الأمر الذي يعني أنه قد يمكن للحكومة السعودية أن تحصل على معلومات من أجهزة وهواتف هؤلاء الأشخاص في داخل البلاد الحكومة تتحكم في كل شيء ولديهم الإمكانية لمراقبة الإنترنت لدى جميع الأشخاص لكن عندما يتعلق الأمر بشخص في الخارج فأغلب الظن أنهم استهدفوه عن طريق أحد تلك البرامج لتجسسوا عليه ليس من الواضح بعد إن كان خاشقجي استهدف إلكترونيا بالفعل أم لا اختفاء خاشقجي لا يزال يطرح أسئلة أكثر من الأجوبة عما حدث بالفعل في مبنى القنصلية السعودية في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الجاري لماذا الآن ومن الذي يقف وراءه؟ حنان عبد الرازق بي بي سي إسطنبول